اهلا وسهلا اخواني واحبائي اليوم رح نتكلم عن الحلقة الثالثة عن المحبة وهي بعنوان اهمية المحبة بالنسبة لالله الوحي اعطانا يعني شبه تهديد كبير جدا على قديش المحبة مهمة جدا بالنسبة لالله ورح نتناول فقرتين فقرة الاولى من كورنتوس والاولى 13 من 1 ل3 بقول النسك التالي إن كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطنه او صنجا يرنه يعني لا شيء فارغ تماما إذا فيش عندي محبة إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال لكن ليس لي محبة فلست شيئا يعني ليس إلي وجود وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا أي لم أحقق شيء إذا بتلاحظوا بهذه الفقرة الوحي عم بقدم لإلي إنسان خارق يعني إنسان ليس له مثيل ولا واحد من الأنبياء يعني حقق 10% من مواصفات هذا الشخص بقول شخص يتكلم بألسنة الناس والملائكة يعني شخص يعني بتتقابل مع شخص بقول لك أنا بحكي مثلا 8 لغات أو 10 لغات بتقول واو هذا إنسان عبقري بقول لك بألسنة كل الناس وكل الملائكة هاي الصفة الأولى الصفة الثانية بقول لك إنه هذا شخص عنده إيمان وعنده كل نبوة ويعرف كل الأسرار وكل علم يعني تخيل يعني كل نبوة ويعرف كل الأسرار وكل علم في الوجود علم الروحي علم السماعة يعني إشي خارق ومش بس هيك كمان ضحى في نفسه حتى يحترق بنفس الوقت بقول لك بدون محبة هو مثل إنه حاصل يطن والصنجر فاضي هو ليس شيء يعني ليس له وجود بالنسبة لله وهو لا ينتفع شيء يعني على الفاضي تخيلوا بيعطينا هيك مواصفات وبيعطينا إيش الفائد تبعته أو الوزن تبعه بالنسبة لله لا شيء برضو رسالة يحنى الأولى بيعطينا كمان أشياء فعلا خطيرة عن محبة بقول في رسالة يحنى الأولى 2 تسعة من قال أنه في النور وهو يبغد أخاه فهو إلى الآن في الظلمة يعني هو عايش في الظلمة مثله مثل الناس اللي ما بيعرفوا الرب بكرونتوس بيحنى الأولى 3-14 بقول نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة في المحبة بتنقلنا من نظام الموت إلى نظام الحياة بقول من لا يحب أخاه يبقى في الموت كل من يبغد أخاه فهو قاتل نفس تخيلوا اللغة الخطيرة يعني بيكون كأنه من أولاد قايين اللي كان يبغد أخاه وقتله وبرضو بيحنى الأولى 4-8 بقول من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة وبعدد عشرين بقول إن قال أحد أني أحب الله وأبغد أخاه فهو كاذب تخيلوا هذا الوصف اللي بيبغد أخاه هو بعيش في الظلمة اللي بيبغد أخاه هو لا يزال في الموت وهو قاتل نفس تخيلوا اللي بيبغد أخاه لا يعرف الله لأن الله محبة واللي ما بيحب أخاه ما بيحب الله أو كاذب فتخيلوا هذه اللغة الصعبة جدا 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 النص الأول بيفرجيك إنسان كامل الصفات خارق في تاريخ البشرية ولا واحد من الأنبياء حتى استجاب لي عشرة بالمية من هذه الصفات بدون محبة ولا شيء وبرضو بهاي الفقرات شفنا قديش بلا محبة أنا لست شيئا ولا إشي بالنسبة لأ الله على هذا القدر الموضوع خطير بالنسبة لأ الله بس حبيت بهاي الحلقة أفرجي قديش المحبة مهمة بالوحي المقدس قديش أبرز أهمية الله حتى فعلا ندرك إنه هذا موضوع مهم ومحتاجين فعلا نغوص فيه ونمتلكه ونمتلئ من هذه المحبة شكرا للكم وعلى اللقاء شكرا لكم